مدفع الافطار اضرب اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات اياحة طبعا عرفتوا الحلقة عن مدفع الافطار مدفع الافطار رغم انه بقى من الفولكلور الرمضاني اللي موجود دلوقتي لكن طبعا كلنا ما نعرفش ايه حكايته ولا ايه موضوعه هقولكم انا ايه حكايته وايه موضوعه تعرفوا انه هم كانوا بيعملوا اصلا تجربة وقلبت بجد وبقت عادة ان مدفع الافطار كل يوم يضرب في رمضان وقت الادان او الله زي ما بقولك كده هتقولي ازاي هحكي لك الحكاية الحكاية ان السلطان المملوكي خش قدم كان بيجرب مدفع من المدافع اللي كانت وصلاله لسه هدية وصادف اطلاق المدفع وقت الازان بتاع المغرب في رمضان الناس كلها افتكرت ان السلطان المملوكي عمل كده عشان يفكرهم بالفطار او يفكرهم بالادان وطبعا كلهم فرحوا وخدوها ان هي حاجة حلوة قوي من السلطان انه بيفكر فيهم وفجأة بطل يضرب متع الافتار وقت المغرب اتلموا الاهالي والجموع والحشود وراحوا عشان يشكروا الملك على العادة اللي هو عملها دي وفي نفس الوقت يسألوه هو ليه المدفع الافتار ما بقاش يضرب بس السلطان ما كانش موجود قبلتهم الحجة فاطمة اللي هي مرات السلطان الحجة فاطمة قلت لهم السلطان مش موجود وخدت كلامهم وخدت شكوتهم ووصلته للسلطان ومن هنا السلطان وافع على طلب الاهالي ان مدفع الافتار يضرب في رمضان كل يوم وقت المغرب لا ومش بس كده السلطان كمان امر انه كمان يتم اطلاق مدفع الافتار وقت الامساك اللي هو السحور ومن هنا سموه مدفع الحجة فاطمة ولغاية دلوقتي المدفع اسمه الحجة فاطمة او الله زي ما بقولك كده تعالوا بقى نعرف فكرة تطور المدفع من الاساس المدفع لغاية 1865 كان بيتم اطلاقه بالزخيرة الحية ومع التطور بدأ يظهر مدافع تانية بالزخيرة الغير حية فبدأوا يستخدموا المدفع بالزخيرة اللي هي الفشنك بدل الزخيرة الحية لان المنطقة القلعة اللي كان بيتم اطلاق منها المدفع اصبحت متكدسة بالسكان والاهالي بقوا كتير فخوفا على الاهالي استبدلوه بالفشنك تم نقل المدفع تلات مرات مرة للقلعة تاني مرة للدراسة نقطة المطافي تالت مرة لمنطقة البعوث اللي موجودة قرب جمعة القاهرة ورغم ان المدفع اتغير وتنقل من مكانه كذا مرة الى انه فضل اسمه الحجة فاطمة الاول كان انجليزي التاني كان الماني كروب والتالت تم اطلاق مؤخرا خمس مدافع في مصر من خمس اماكن مختلفة وده عشان يسمعوا كل السكان لان الناس كترت والمساكن كترت والاهالي كترت فبقى صعوبة اطلاق المدفع من مكان واحد اللي هو القلعة بقى صعب جدا ان كل الناس تسمعوا لكن لما ظهرت في مصر الازاعة والتلفزيون تم الاستغناء عن كل المدافع واستخدام مدفع واحد فقط بيتم نقل وقت الادان عن طريق الازاعة والتلفزيون لكن اتوقفت موضوع المدافع ده فترة بسبب الحروب وكان بيتم سماعه عن طريق الازاعة فقط او مسجل عن طريق الازاعة وده ادى طبعا لاهمال المدفع حتى عام 1983 وصدر قرار لوزارة الداخلية باطلاق المدفع مرة تانية من فوق قلعة صلاح الدين الاسراء ومع استمرار الشكاوي من العاملين في القلعة ان صوت المدفع او قوة المدفع بتأثر على احجار القلعة وممكن تؤدي الى كوارث وتؤدي الى تلف الاحجار دي تم نقله دلوقتي لمنطقة هضبة المؤطم اللي هو مكانه حاليا اللي بيطلق منه مدفع الافطار في القاهرة وتم عمل مدافع اخرى في جميع المحافظات المصرية مش بس في القاهرة لا والغريب بقى ان فيه اربعة من الامن واقفين على مدفع الحجة فاطمة علشان يحضروا البرود بتاع المدفع وده بيتم مرتين في اليوم عشان يتم اطلاق المدفع وقت الفطار ووقت الامساء والله الحجة فاطمة دي تلعت مش سهلة يعني الاسم ده في التراس مش بس في الزين يعني اسم الحجة فاطمة ده مرتبطش بس باسم بنت الرسول لا كمان بمدفع الافطار اللي كلنا بنفطر عليه وقت الفطار وما نعرفش ان اسمه الحجة فاطمة تنوني في سر جديد من أسرار التراس الرمضاني في إياحة